ايها الاحلام العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرسالة الى السيد المسؤول عن الاعلام في مصر وانتوا عارفين هو مين على فكرة انا مش بافتي بس ده من زمان من ايام انقلاب 52 واحنا عارفين مين هو السيد المسؤول عن الاعلام في مصر ولو حضرتك مش مصدقني ارجع للأستاذ الكبير احسان عبدالقدوس عنده كلمة مهمة جدا بيقول فيها بالنص كده رئيس الحكومة هي رئيس تحرير صحافتنا ده كلام احسان وقدوس بالنص في الخمسينات الحكومة هي رئيس تحرير صحافتنا فهو طبعا مش قدي يقول عبدالناصر لكن انا بقولك هو السيد المسؤول الاعلام في مصر عبدالناصر اسمه ده السيسي الرسالة دي مش من نصر النهاردة ولا من محمد ناصر دي رسالة من ناس ناس لسه بتحاول تفهم اللي بيجر في مصر البلد مأزوم ماديا لما الموضوع يتعلق برغيف العيش وسندوتش الفول وغاني جدا في صرف المليارات او على رأيي شيخ الازهر الاسبق رحمة الله علي عبدالجيد سليم تقريبا اللي قال تقطير هنا واسراف هناك والجملة دي كانت سبب في طيران شيخ الازهر ده بس ايام الملك فاروق تقطير هنا واسراف هناك المهم يعني مع صرف المليارات دي وقنوات محدش بيشوفها او بيشوفوها ومحدش بيصدقوها الاعلام اللي بيتصرف عليه مليارات ده ثلاث فئات بحسب الرسالة التي يوجهها احد النشطاء وقال لك في ايه او في اعلام كلاس وان او يعني كلاس ودول اربع اعلاميين بيقولوا كلام منطقي شوية وفي ناس بتسمعهم واعلاميين الدرجة التانية ودول بيهرتلوا وبرضو في ناس بتسمعهم واعلاميين تحت ودول اللي بيقولوا كلام مفيد ولا حد بيسمعهم لكن المشترك انهم التلاتة التلات هيئات دول بينافقوا وبيتصرف عليهم فلوس بالهبل فالحقيقة الراجل ده عنده اقتراح اقتراح لطيف جدا هيوفر على النظام فلوس كترة جدا تعان شوف صاحب الاختراح السيد تامر شرين بيقول ايه بيقول تامر شرين السيد مسؤول اعلام في جهاز سامسونج تحيطة ايه وبعد دي رسالة ستفيدك وتفيد وتفيد الناس شوف ساعتك ما يسمى بالاعلمين عندك مقسمين إلى ثلاث اقسام الشيء الوحيد المشترك بينهم هو التطبيل الفج حضرتك القسم الاول الذي يمكن الاستماع عليه هم اربعة فقط لا غير ابراهيم عيسى لمس حديدي عمر قديم ديارة شوان دول اعلاميين حقيقين مطبلطية مؤكد كذبين بلا أدنى شك لكن على الأقل كل واحد منهم يتمتع بميزة واحدة على الآل ابراهيم عيسى عنده ثقافة عالية ومنطقة حواره منطقة ديارة شوان عنده معلومات لميس مهنية عالية عمر يديب كاريز ملائقة مع المزاج الشعبوي طبعا ده لا يمنع انهم مطبلطية وحيتحزبوا على كل حرف قالوا انما ممكن تقعد تسمع لهم القسم الثاني المعرضين انعدام المهنية انعدام الحضور انعدام معلوماتية انعدام لغة انعدام ثقافة ودول كلهم على بعض تلسان واحد مفيش فارق من أول أحمد موسى للبازة فندي لنشأة الديهي تامر أمين خير رمضان والحاجات دي طيب دول كلهم بيستهدفوا نفس الفئة في نفس التوقيت من سبعة لعشرة كل يوم طب ساعتك مش شايف انك بتنفس نفسك يعني هو اللي بيتفرج هو هو اللي بيتفرج على الديهي هو هو زبون أحمد موسى فليس هناك أي معنى لوجود عدد خمسة أو ست برامج لنفس الاسكريبت والنفس المشاهد المستهدف ساعتك انا اقترح عليك اقتراح قبل ما اقترح انت مش قلت ثلاث أقسام دول قسمين بس عندك حق القسم الثالث بقى هو كل من لم أذكر اسمه دول لا أحد يشاهدهم بجد يعني هم والعدم سواء وأي من لي بيتصرف على برامجهم واسفة أو سرقة برامجهم تبدأ من الساعة 9 للساعة 12 بالتبادل على قناتين بس طول الاسبوع طيب القسم الثاني بقى تقم المطبراطية والمهرجين يتم ضم كل ثلاث مطبراطية مع بعض برنامج واحد من سبعة لتسعة مساهم برضو في القناتين بس يبقى ساعتك عندك كل القنوات اللي في الصورة دي وملهاش لازمة يبقى نختصرهم في قناتين بتركيز عالي من خمسة نبدأ برامج الطبخة أو الطب ثم السياسي التطبيلي ثم البرنامج الأساسي ثم البرنامج الرياضي في النص نشط أخبار خمس دقيقة تطبيل وزار وقام وفتح وامر واجتمع واللحز أخبار يروح وابقى القنوات على بيتك هاشاطر حضرتك هتوفر بالفلوس بالهبل تبني كبري تبني برجعيقوني تعمل أكبر مرجحة أطفال برحتك إنما المصري اللي لسه بتفرج على أحمد موسى هو هو المصري بتفرج على الدي فبدل واجع الدماغ حطهم مع بعض ببرنامج واحد وتفرج على التطبيل والتعليد هيوصل لفين اسمع كلام أخوك تخيل بس أحمد موسى ونشط الدي محمد الباس في برنامج واحد شوف التطبيل هيوصل فين صدقني مرة في حياتك وبالشفاء طبعا الناس علاءة أقوله يعني إبراهيم عيسى مسقف حرم عليك يا راجل واللي قال له هي لميس مهنية حرمة إلى آخر يعني ودي صورة كده للمؤسسات الإعلامية التابعة كلها للشركات هو اللي حطيتها الأستاذ تامر المؤسسات زي ما أنتم شايفينها هي كتيرة ما شاء الله كلها ملاشة تلتين لازمة قعد المعلقين على البوس ده لفت نظره حاجة تانية عاد تقسيم إعلامين السيسي على أساس مين اللي بيمول الراجل بقى واحد من المعلقين قال له كده النشط أحمد مسعود قال له لا بص أنا مختلف معاك الإعلامين حسب التمويل عمر أديم بيتمون من السعودية فهو بوق للسعودية نشأة اللي فاتح بؤزة الخرابة ده بتاع الإمارات هو بوق الإمارات إبراهيم عيسى بتاع اللي يدفع أكتر يا سلام أنا عايزي بن الجراف تحية الفريق الأداد اللي عمل الجراف ده وخده سكرين شوت خده قصدي فول خليك كده أيوها ده يا حضرات النشط أحمد مسعود ده مش رأي ده رأي أحمد مسعود قال لك لا الإعلامين تقسمهم حسب التمويل عمر تعارفين إن هو أي حاجة في السعودية عمر بيشطف سلالة من السعودية أما نشأت فده الإمارات إبراهيم عيسى لمن يدفع أكتر ده رأي أحمد موسى ده رأي أحمد مسعود لكن خلينا كده نشمر كده واللغوص في الإعلام بتاع السلسي ونشوف بقى نموذج من إعلامين زي خير رمضان خير رمضان لكل هام إن يهاجمنا ويدافع عن نفسه وبرضه بيجدب بجراءة يحسد عليها ويقولك أنا عمري ما شتمت في قطر نشوف كده خير رمضان ورد ناري على حملات التشكيك تفضل خلينا أقولكم بس في الأيام الأخيرة نتعرض لحملة من التشهير من الذئاب الإخوانية الهاربة والمنفردة الذئاب التي غربت إلى قطر وتركيا ثم توجهت إلى لندن وبعضهم يتقض أموالا من التنظيم الدولي في بريطانيا يعني هم عايشين على ده وإذا درع هم جربوا القعدة في البيت وجربوا الحرمان وهم معلقين لا قادرين يرجعوا بلدهم ولا شيء طب إحنا بنغير المواقف نعم بنغير المواقف بقولك خير رمضان طلع حال إن أنا ما هاجمتش قطر وجابين لحاجات أنا قلتها عن النظام القطري نعم لم يكن فيها أي قلة أدب بزمتك بزمتك الحاجات اللي أنت قلتها عن النظام القطري لم يكن فيها قلة أدب شبك من الكلام علينا ولندن وقعدوا في البيت وبتاع ما أنت عادت في البيت برضو يا خيري وربنا يكتبها لك قلة البيت دي ربنا يديم عليك الحزن يا خيري مهم خلينا شوف كده طب إحنا جبنا الكلام ده منين من بره أنت ما قلتش حاجة أبيح عن قطر ولا عن نظام القطري ما جبناش حاجة من بره دي فيديوهات حضرتك اللي فضحتك أنت بتلوم علينا عشان طلعنا حقيقتك طب اتفرق تاني يا خيري كده على الحلقة اللي عرضنا اليوم الخميس اللي فات وقل لي بقى هل إحنا قلنا زيادة عن الكلام المتلون بتاعك ده اسمع يتنبدون ويتهمسون ويقولون دلوقت بتتكلموا عن قطر كويس احنا عمرنا ما تكلمنا عن قطر وحش أنا شخصيا تماما لكن عايز حتى يطلع تجاوز واحد تلو سلطة أمير قطر وهو في جامعة جورج تاون وأحد الطلاب بسأله عن الموقف المتناقض تجاه مصر لو سمعته كلام أمير قطر هتتحق وهو بيقول له أن في مصر الآن حكومة نحن نختلط معها ولكننا نسعى إلى استقرارها ونريد أن نساعد في استقرار كنت عايز أقول له وحيات الحجة عايز حتى يطلع تجاوز واحد عاملين تقرير في منتهى الحقارة والندالة يليق بيتاميم شعلا هو يليق بيتاميم وخده بالك طول الوقت أنا أفصل ما بين الشعب القطري وإدارة وحكام قطر اللي بيحكمه جزيرة قد كده عندهم ميران أيدا من زيارة الملك عايز حتى يطلع تجاوز واحد أمليات تحريط بذيئة جدا 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 طبعا ما يقدروا شعر ربه الملك ولا المملكة ديناملة مش هتتكلم عن فيل بيترعبه كان الملك عبد الله بدينه على أفاة عايز حتى يطلع تجاوز واحد لكن الكلام اللي كانوا بيقولوه مبارح عن مصر وكأنها بتتسول وكأن منتظرين ما يأتي من المملكة العربية السعودية وكلام حقير في التقرير مبارح بيكشف عن نفس مريضة قلقة لا تريد استقرارا في هذه المنطقة لا تريد علاقات طيبة ده خير رمضان يا حضرات اللي هو حطه الأستاذ تامر شيرين في الأعر الأفة نشوف نموذج تاني من اللي مفروض بيقول كلام في منطق لكن بيسود الدنيا في وش المواطن وده شيء خطير بيهدد الأمن القومي النموذج ده اللي تكلم عنه وحذر منه أستاذ الإعلام الدكتور سامي عبد العزيز بتاع رؤيا نسمع كده الشعوب اللي أمنها النفس أو مزاجها النفس معتل أمنها القومي قد يغتل تاني الشعوب التي مزاجها المزاج العام مختلف أمنها القومي مختلف تلخصت الدنيا كلها طيب دكتور سامي عفوا الناس بتعرف وأحيانا الإعلام والصحافة وبرامج التوكشو أحيانا تساهم هي في صنوة المزاج العام أنا بعتقد أن أقول عندنا قنوات خارجية أعدة طول الوقت في اليوتيوب وفي بعض المنصات الإعلامية اللي بتسود الصورة للناس الحقيقة واتكلمها عن إحذروا من الغد ده الغد أسود ده متونسة ما شفتوش حاجة هل هذا يدخل ضمن النظرية التي تتكلم عنها دكتور سليبي؟ لا لا يا أستاذ سيد يا بلدياتي يا أستاذ سيد واحدة واحدة بس إحنا الإعلام اللي برة هي هو اللي بيسود الدنيا؟ معقول يا أستاذ سيد هو أنت ما بتشوفش ده زميلة جنبك في الاستوديو في المدينة مدينة الإنتاج طبعا أكيد سامي عبدالعزيز بيوصد علام المعارضة مع أن اللي بيسود الدنيا فعلا يا أستاذ سيد ويا دكتور سامي بتاع رؤية اللي بيسود الدنيا فعلا في وش المواطن هو إعلام النظام اللي جنبوكم في الستوديو اللي جنبوكم في مدينة الانتاج هو إعلام النظام نفسه على رأسه عمر أديب اللي هو صنفه تامر شرين بأنه كلاس ايه نشوف كده إنه السنة الجاية إنه فاكر إنه اللي فات كان لطيف إنه جاي مخيف ده مين يا أستاذ سيد ده إحنا ده جنبك في مدينة الانتاج الستودي اللي جنبك سورة 900 جنبك على طول ورغم إنه إعلام كلاس 1 متردد وبيقول حاجة وعكسها في نفس الوقت زي قالك اللي جاي مخيف واللي قالك مش عارفين اسمع كده نفسه عمر أديب أهو عمر أديب بعد ما خلينا العتبة جزاز والسل النيلو في نيلو ده وقت جمع الفلوس حلم عمر أديب نفسه اللي فاكر إن اللي فات كان لطيف فالسنة الجاية اللي جاي مخيف ماذا تقصد بإني جا وقت جمع الفلوس إن الفلوس هتتمطأ السماء هتمطأ الفلوس ولا ده في نفس الحلقة مبارح ولا حضرتك اللي جاي مخيف أنهو يا أستاذ عمر أما الإعلام اللي بجد والصحافة اللي بجد اللي مفروض تناقش مواضيع بجد فهي غيبة زي ما بقول الأستاذ جمال غطاس الصحف الكبير في الأهرام هو بيقول البص ده بيقول يوم عودة السيسي من قطر جدوى الأعمال صارت التحرير لا يدرها حانوتية الصحافة في توقيت عودة السيسي إلى أرض الوطن قادمة من قطر مع مرافقين من كبار مسؤولي الدولة يفرض المنطق المهن المحت داخل مؤسسة صحفية أو إعلامية وطنية خالية من حانوتية الصحافة الذين يحرقهم منطق صراع الكلاب على الجيف بأن يتشكل جدوى الأعمال الصالة وفق الملامح البارزة في مشهد الوطن خلال هذا التوقيت ده جمال محمد غطاس ده موضوع أو موضوعات لم تطرح أصلا في اجتماعات الصارت التحرير في مصر رغم أنها غاية في الخطورة ورغم أهميتها إحنا كملنا على كلام الأستاذ جمال غطاس ده وعرضنا المواقف الخمسة اللي ذكرها في الجراف عشان نتفرج مع بعض كده شوف خمس مواقف اتعرضت في القصة دي هذه أول حاجة جمال غطاس صاحب الأرمبيول ما هو المفروض من قشته في صلط التحرير إيه بقى؟ إلعب أول حاجة بيقولك المفروض من قشته ديرش بيجل بتقول مصر تعرض على الصين أصول في مواني والشركات مصرية بسبب عدم قدرتها على سداد 8 مليار دولار قروض للعاصمة الدرية ده اللي احنا بنفترضه مع كلام جمال غطاس يا دعوت حرانوت قلق إسرائيلي من الوضع الاقتصادي الصعب للسيسي ده اللي مفروض يتعرض يا أستاذ جمال غطاس الكونجرس حجب 150 مليون دولار مساعدات المصر بسبب ملفح والإنسان ده اللي مفروض يتعرض لجنة العفو الرئاسي قرار بالإفراج عن صحفي بالجزيرة أثناء زيارة السيسي القطر مما يشكك في نزاة القضاء ده اللي مفروض يتعرض ده صورة متدولة صورة تصير الجدل لتدخل لتزلل المسؤولين في مصر يعني في قطر تفرق ده اللي مفروض يتعرض في صالة التحرير ما احترامي للرأي اللي بيقول أننا نقفل الدكاكين الإعلامية دي ونوفر كم مليون دولار في ظل الأزمة اللي مصر فيها كلها نقفل بقى صحفين دول لكن هو السؤال هل المشكلة في الإعلاميين ولا المشكلة في السيسي نفس سؤال الإقتصاد بالزبط هل المشكلة في الإقتصاد المصري في الاقتصاد ولا في الأدار الإقتصاد اللي هو السيسي لو عندنا إعلام بجد الناس اللي من عينة موسى وديهي وخير رمضان كانت دهبت لوحدها كانت مشتغلتش لوحدها كانت ضاعت كانت قاعدة في البيت لو عندنا سياسة بجد كان السياسين الحقيقيين هيتردوا السياسين السيئين لو عندنا نقبة بجد كانت النقبة الحقيقية لو متاح لها المجال هتطرد النقبة الرديئة مش يطلع إعلامي يهاجم الباحث والدكتور عمار علي حسن وهو كل مؤعيلات الإعلامي ده إنه كان شغال مغبر صحفي في الأهرام زي بقوله أستاذ مصطفى لبيب رئيس الشبكة الثقافية بالإزاعة سابقا في البوست ده بيقول بالنص عمار علي حسن من الأستاذ الكبير مصطفى لبيب رئيس الشبكة الثقافية بالإزاعة سابقا إلى المدو أحمد موسى عليك أنت العودة إلى المدرسة لعلك تتعلم شيء ولو أنك ستستفيد بالتعليم لكان هذا قد حدث لك من قبل أنت لم تكتف في حياتك أي مقال مؤثر وكنت مجرد مغبر صحفي وأكبر إنجاز لك هو حوار حوارك مع حبيل عدلي قبل يوم من صورة يناير ده بوست الأستاذ مصطفى لبيب رئيس الشبكة الثقافية في الإزاعة وده كلام الدكتور عمار علي الحسن لو عندنا عملة جيدة في أي شيء في الاقتصاد في السياسة في الإعلام كانتها تطرد العملة الرديئة دي لوحدها على فكرة مش بقرار رئاسي المشكلة مش في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في الإعلام المشكلة في الراسل اللي بتحكم الراسل اللي نصبت نفسها يبقى رئيس تحرير مصر اللي قاله الأستاذ حسنان القدوس زمان الحكومة هي رئيس تحرير صحفتنا طبعاً كان لا يسمح لوني يقول عبد الناصر المشكلة في اللي نصب نفسه الإعلامي الأول والصحفي الأول والاقتصادي الأول والرياضي الأول في البلد اللي بيفهم في كل شيء أما الإعلاميين اللي بجد فهم متهمين وفي ناس منهم ماتت ده الأستاذ محمد منير رحمة الله عليه كان صحفي محترم في عبد الناصر سلاة في أسماء كتير جداً أنا مقدرش أتكلم عن باقي الأسماء اللي قاعدة في البيوت عشان مغضوب عليها يا حضرات مصر فيها صحفيين محترمين مصر فيها صحفيين يعملوا صحفة بجد بس لو فعلاً المناخ يسمح فعلاً ما يتحسبش الصحفي على الكلمة بيكتبها وده اللي بيقوله سندباد الكلمة في قصيدة أهداها للأستاذ الصحفي الكبير رحمة الله عليه محمد منير بيقول سندباد الكلمة سألوا الجدع سألوا الجدع ايه تهمتك قال تهمتي ألمي صليت طويل اللسان لعرفت يوم حكمه ولا جبح في يوم سنه طايح شمال ويمين ولو يوم عرضته في حرف يزعل قوي مني ويقول لي بيلومني من إمتى كنت جبان أو عشت يوم خايف لنفقت يوم سلطان ولا بعتلوا حبري ما الحق زي سطور لو جات في يوم مالت تتلغبت الكلمات وتضيع منها المعاني دي تهمتي يا سدنة معرفت يوم أبدا أني أربي الألم أو أكثر في يوم سنه معرفت حتى أقنعه غير يسيري الحبر رافض وراكب راسه نشه الألم طلقة والطلقة جات فيها رد الألم بالحبر وأنا ألمي أصل رصاص لا تجبلوا زنزين ولا يخرسوا حراس ألمي يا خلق يا هو عاصي على التربية وكل اللي حاصل فيها بجريرة ابن الإيه جروني للمعتقل مرعوش ده كان سني يمكن في يوم يتعز يمكن يقول توبة وأنا ألمي ابن الإيه راكب دماغه وعنيد يصرخ بعلو الصوت أنا حبري مش ليا أنا حرفي حرية أنا حرف حرية ترجمة نانسي قنقر